أربع سنوات منذ إعلان التحالف بقيادة السعودية تدميره الكلي للقواعد الصاروخية والجوية التابعة لميليشيا الحوثي إلا أن الواقع يشي بغير ذلك بعد أن تمكنت الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية من الوصول إلى عمق المملكة واستهداف مواقع حساسة واقع واجهه التحالف بإعلان جديد لعملية تهدف لتدمير مواقع عسكرية للميليشيا وذلك بشن سلسلة غارات جوية استهدفت كما قال متحدث التحالف تركي المالكي مواقع خاصة في الدفاع الجوي ومخازن للصواريخ الباليستية الواضح للعيان أن تصعيد هجمات الحوثيين ضد أهداف سعودية رغم تكرار الغارات الجوية ضدهم وطول أمد العمليات العسكرية للتحالف يضع علامات استفهام كثيرة حول جدوى التدخل العسكري منذ أكثر من أربع سنوات وهلما إذا كان فشل التحالف في تحقيق أهدافه المرجوة أعطى فرصة للميليشيا في تطوير قدراتها الصاروخية والجوية بموازاة ذلك يرى مراقبون أن مسار الحرب في اليمن دخل منعطفا جديدا بعد سحب الإمارات جزءا من قواتها المشاركة منذ أكثر من أربعة أعوام ما يطرح سؤالا عن مستقبل البلاد الذي تتنازع السيطرة عليه العديد من الميليشيات والجماعات المسلحة في الشمال والجنوب وأمام تعظم التهديدات التي تواجهها السعودية من قبل الميليشيا تضيق الخيارات التي أمامها خاصة في ظل تنصل الحليف الخليجي عن الاستمرار في الحرب من جهة والضغوطات التي تمارسها المنظمات الإنسانية والدولية حيال الجرائم التي ارتكبتها الرياض بحق المدنيين من جهة أخرى